تستضيف مملكة البحرين في 22 نوفمبر الجاري ولأول مرة مسابقة إنجاز العرب الإقليمية العاشرة للشباب رائدي الأعمال وتستقطب هذه المسابقة عشرين فريقا من رواد الأعمال الشباب من مختلف الدول العربية تفاصيل تنقلها لنا الزميلة خولة لجرينيس في سياق التقرير التالي عشرون فريقا من مختلف الدول العربية يتنافسون في البحرين على مدار يومين للفوز بمسابقة إنجاز العرب الإقليمية العاشرة للشباب رائدي الأعمال بتقديم مجموعة من المشاريع المبتكرة ليتنافسوا فيها على لقب أفضل شركة طلابية للعام تقوم بتقييمها لجنة متخصصة في مجال ريادة الأعمال من عدد من الدول العربية سنستضيف إن شاء الله الأسبوع القادم مسابقة إنجاز العرب الإقليمية وهذه بيعطي فرصة حك شباب المملكة إنقالية إن يخذون في تجربة في مسابقة إقليمية شنو هذي التجربة تعني لهم؟ أول شي بيحتكون مع طلبة وشباب من أربعة عشر دولة عربية وأهم عندهم شركاتهم اللي أنشئوها هنا في البحرين هذه للطلبة يدخلون مسابقة لها أربعة مراحل المرحلة الأولى هي تقديم العرض المرحلة الثانية الاحتكاك والأسئلة مع لجنة التحكيم المرحلة الثالثة هي من نوع التريد فير اللي لجنة التحكيم تمر عليهم وتشوف شنو منتجاتهم وآخر مرحلة هي اللي كانت أورادي صارت إن هي تقديم التقرير للشركة فهذه فرصة يعني بصراحة ذهبية في حياة الطالب لأن أولا يقدم عرض جدام طلبة يوين من دول عربية مختلفة مع لجنة التحكيم من مختلف الدول العربية وفي لجنة التحكيم رأساء شركات من أكبر الشركات الموجودة في العالم العربي استضافة مملكة البحرين لهذه المسابقة تعد فرصة جيدة للشباب البحريني ليكتسبوا من خلالها خبرات مختلفة وأفكار متنوعة ليكونوا بذلك أكثر فهما للأسلوب الأمثل في إدارة الأعمال التجارية فخورين نحن رح نمثل البحرين في مسابقة إنجاز العرب للرواد الأعمال وإن شاء الله رح نتعرف على ناس وايد من مختلف الأفريقى من مختلف البلدان وإن شاء الله رح نرفع راس البحرين ونفوز بهالجائزة أحنا حبينا نشكر إنجاز العرب على أن يعطونا هالفرصة أن نشارك في التجربة الحلوة واكتسبنا منها عدة مهارات مثل مهارات التواصل بين أعضاء الفريق لأن عرافنا من التجربة أن الفريق لا يتكون من شخص واحد فقط بل يتكون من عدة أعضاء وأن كلنا نشارك أفكارنا عشان نواحر قواننا ونفوز ونسوي ونكون شركة ناجحة وبعدها تحت لنا الفرصة أن نتعرف بـ 14 فريق من كافة الدول العربية هذه المسابقة تعد تتويجا لستة أشهر من التعلم التجريبي طبقت فيها مجموعة من الأفكار المتعلقة بتطوير الأعمال بشكل مهني بالتعاون مع مدربي الشركات المتطوعة لتدريب المتسابقين في إنجاز البحرين حرصت على دعم الأفريقة البحرينية ليكونوا إنموذجا مشرفا وقادرا على منافسة بقية الفرق وأفكارها المتميزة خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين